صباح الخير صباح للنور نتمنى تكونوا بقل صحة وسعادة حلقة اليوم سوف نشوف معكم ستيك اشي مع الكريم الشامبينيون يوجد غزال بساف صراحة هذا من الأطباق المنسية بعد المرات تشاهدوا ستيك بالشامبينيون الفيلي دائما أغلبية تلقىه سوق كوماند تم عنده شوية غالية 200 او كتر نحن هنا 220 درهم الكيلو الفيلي شوية قاسح الناس ليس لديهم سنينات فإذا شاهدت الفيلي هذا احسن حاجة او احسن بديل مع هاد البطاطا اللي كتجيبنينا بزاف طبق صيفي وزوين وساهل وغادي نوريكم هنا طريقة بجيكم الكفتاء تماما بحل فيلي فعندي هنا ربع حبة من الخبز خبزة كنقسمها على ربعة وكنقطعها شرائح كنحطهم في الماء بارد ومباشرة كنعصرهم فوق من الكفتاء او اللحم المفروم كيمية اللحم المفروم اللي عندي هي كيلو الى ربع او غير 700 قرام رغا تكون كافية هنا عندي 700 قرام كنضيف هادا الخبز كيف مقتلكم ضروري انا نعصره جيدا مايبقاش فيه سوائد نهائيا وهنا عندي حبة من البصل تكون كبيرة خديتها مبشورة او محكوكة بالحكاكة الغليضة كنحطها مع شوية دية الزيت مع شوية دية الملحة وكنخليها على نار متوسطة حتى كتنشف وكتعطيكم هاد اللون اللي كيكون دهابي غنضيف كذلك ملعقة صغيرة تكون مملوئة جيدا من المتاغض ونضيف هنا فصين من التوم يكونوا مبشورين ارقاق بالنسبة للتوابل فغيكون عندي نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود نفس الشيء بالنسبة الفلفل الاحمر عندي جوزة الطيب او القوزة اللي مبشورة ارقيقة نصف ملعقة صغيرة كذلك من العشاب المناسمة ونضيف الكمية الكافية من الملح ونخلط هاد اللحم المفروم مع المكونات كلهم كي تنسموا وكي يجي ارتب بزد هاداك الخبز اللي ضفنا في الاول كتبقوا تخلطوه حتى ما كتشوفوش الخبز نهائيا الخبز اللي ضفنا في الاول فغيخلي هادا الستيك اشي او الكفتة اللي صيبنا تبقى محافظة على الشكل ديالها والقوام كتجيكم بحالة كتاكلوا اذا ما ضفناش فا هاداك اللحم المفروم غيرجعليكم كله صغير وبحال شكل ديال الكفتة ما غيرجيش بحالة المنظر هادا كناخد هنا واحد لنبوغت بياس او عندي هنا بحال السركل اللي كان بصدفه باش كي يجيني مقاد السركل اللي استعملت تراه كبير شي شوية كما كتشوفو غادي نكتب لكم القياس ديالو فصندوق الوصف من بعد كنخليهم في التلاجر اعطتني عشرة حبات او تسعة تقريبا وغادي ناخد هنا واحد نصف حبة من البصل تكون غير صغيرة من كتروش البصل غادي نخليها كتنزل شي شوية الازير اللي هو اكليل الجبل او اعشاب منسيمة اي اعشاب منسيمة عندكم من بعد كنضيف هنا اربعة حبات من الفتر الطريق اللي قطعتها ارقيقة ما كنستعملش هذا الجيدر لان يكون ناشفش شوية ومن بعد غادي نخلي هذا الفتر كنزل حتى هو مع اسميته البصلة وباقي المكونات ونضيف هنا شوية من الفلفل الاسود كنضيف كمية كافية لانا كي يجبني في هذا السوص حتى كنزل المكونات كلها كنضيف هنا فصل من التوم اللي يكون مبشور ونخلط المكونات كلها مع بعضياتها ومن بعد غادي نضيف مائتين ميلي ليدر او قرام من الكريمة السائلة استعملت انا هاد الماركة هادي ديال الشرقي لانها متوفرة بالنسبة لكم باش نوريكم انها راها زوينة في المدق ديالها وطبيعية مائتين ميلي ليدر او قرام هو العلبة كلها طبق ديال الفيلة بشامبينيون هو من اكتر طلبات في المطاعم ومن اغلى الاطباق حتى دباوك توجده في الدار ثمان ديال الفيلة شوية طالع ثمان ديالو مائتين درهم للفوق ما تلقوش اقل من هذا وعاد ما تلقوش تلقوه قليل وكين الناس اللي كتستعمل الفو فيلي الفو فيلي حتى هو كي يجي زوين ولكنها كي يجي قاسح شوية ما كي يجي شرطب فماشي الناس كلها كتقدر تمضغوا لهذا انا اعطيتكم فكرة هذه كتكون اقل في الثمن ومن الافكار اللي احتاية شائعة بره اللي هو ستيك اشي سوس شامبينيو اللي احنا ما كنفكروش فيه بزاف الكفتاهنا او ده ستيك اشي كتكون نار عالية وكنحطوه بحالة كده مع قطعة صغيرة من الزبدة من الجهتين كي ما كتشوفوه كي بقى محافظة على الشكل ديالو كتتقلص غير شوية ماشي بزاف من بعد كنزيد له هنا السوس هذيك الاسوس بالشامبينيو كنضيف غير شوية من الفوق وما تبقى كتقدموه مع هاد الطبق هادا دائما كنوجدو بحال هكذا اكترية في رمضان كنوجدو الكفتاه كنغطيوه بالفيلم اليمانطير كنحطوه في تلاجة كنوجد حتى السوس حتى هي تكون واجدة وقبل من التقديم كي بقى لي غير نقلي هذيك الكفتاه ونسخن السوس من بعد فنجي هنا الطبق المرافق عندي هنا واحد ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة غادي نضيف بالنسبة التوابل الملح نصف من العقة صغيرة من الكزبرة اليابسة نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار ملعقة صغيرة ممسوحة من الفلفل الاحمر ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود ونصف ملعقة صغيرة من الاعشاب المناسمة اي اعشاب المناسمة عندكم من بعد غادي نضيف هنا فصين من التوم يكونوا كبار شوية ويكونوا مبشورين اختياري تقدروا تستعملوا هنا واحد ملعقتان كبيرتان من البارميزان او جبنة تستعمل اي جبن يناسبكم تستعمل المصدامة او امونتان غيى البرميزان يجي احسن و يبقى اختياري ممكن تخليها بدون جبن نهائي وعندي هنا كيلو من البطاطا مسلوقة نصف سلقة فقط لا تخليها حتى ترطاب كليا نصفها و نضيفها مباشرة و هي سخونة كي تشرب الزبدة كلها من بعد كنحطها هنا في صينية كنحط ورق الخبز من التحت ضروري كندخلها الفرن مسخن على 180 درجة كنخليها حتى تتحمل و نخرجها هنا بعد ما خرجتها من الفرن سافرها تحملات كي تجي بنينة بزيف في نصف المدة ضروري انكم كتقلبوها بحالا كده طريقة تقليب كتتنيو الاطراف دي الورق و من بعد كتتعاودوا وتوزعوها كده كتاخد نفس المذاق و نفس تحميرة في كل شي من بعد فاكتقدموها بحالا كده كتبق مرافق فكتكونا دينا هاي الحلقة كنتمنى انها تكون عجباتكم و نشوفكم باخير وعلا خير في حق المقبلة ان شاء الله إذا عندكم اي طلبات ما تنسوش كتبوها لي في التعاليخ